السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع القرآن آية 13 من صورة الحجرات تقول يا بني أدم إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله آليم خبير فهذه الأية هذه بعيدا عن العقد النفسية تنشفها أنها مطابقة لبعض المواقع التواصل الاجتماعي غير أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتعارف يعني خلقنا رجال وإنات ذكور وإنات شعوب وقبائل لنتعارفوا إن أكرمنا عند الله أتقانا إذا لم نكن متقين فلا يحق لنا أن نتعارف مع الرجال كأنت تتعارف مع الرجل أو لا شعوب وقبائل ليتعارفوا ليفسدوا فالتقوى هي المغزى فمنين تنشوفوا مثلا تيك توك تنشوفوا أن الذكر والإنات يعني تتعارفوا بغض النظر أن المرأة متزوجة أو لا شابة أو لا إمرأة كبيرة أو لا إمرأة صغيرة أو لا كبير ما بغي يكون النوع دي لهذا الإمرأة اللي ستتعارف مع الرجال لابد أن يكون التقوى لأن التقوى هي أساس الإيمان فلنكون أنا متقية فإنني مؤمنة ما سنجيوش نعرضه آية الله سبحانه وتعالى ونقوله بأن الرجال لا يمكن أن نحن إنات نهضروا مع الرجال فهذا خطأ فأنا من المشجعات لنظهر في مواقع التواصل الاجتماعي فقط لأنني أطبق هذه الآية أحسن تطبيق بما أنني أؤمن بكتاب الله أؤمن بآياته من الفتحة إلى الناس وأؤمن أن كل ما يفسد العلاقة بين الرجل والمرأة فإنها ممنوعة بالنسبة لي كمؤمنة فهذا يحق لي أن أتعرف مع جميع الرجال لأن الله سبحانه وتعالى قالنا يا بنو آدم يا بنو آدم يعني فيها اليهود فيها النصارى فيها المجوس فيها أي خلق الله يسمى بنو آدم قد أكون إنسانا مسلمة وصديق عندي هو صديق يعني يهودي نقدر أنني أنا نشر له واحد الإسلام اللي غدي يعرف له أن الله سبحانه وتعالى ره واحد أحد لا يمكن أنه يكون عنده ابن أو لا يكون عنده زوجة أو لا يكون شي حاجة فيها شرك ويقدر أنه يآمن بالكلام ديالي وأنه يدخل في الإسلام فلماذا تلاحظوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الحجرات الآية 13 وهو خالقنا وهو العالم بأسرارنا يقول لنا يا بنو آدم إنا خلقناكم من ذكر وأنت ونجد أن ناس يعقبون بالسلبيات على المرأة التي تتحدث مع الرجل فيا أيتها المرأة إذا كنت متقية مؤمنة بكتاب الله مؤمنة بآية الله مؤمنة بأن الله سبحانه وتعالى هو هذا اللي يكتب لنا القرآن وصفط لنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول لنا خلقنا من ذكر وأنت لنتعارف وشعوبا وقبائل تشلف تيك توك يعني ره الله سبحانه وتعالى يؤيده إلا أنه خسركون لا يتخطى حدود الله لأن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى قال لنا كتاب يعني هذا القرآن الكريم قال لنا واحد الآية في القرآن قال لنا السعيد بالله العظيم وقد فصل لكم ما حر ما عليكم فكيف أنا الله سبحانه وتعالى تقول لي يا أنا خلقني من ذكر وأنت خلقنا بنو آدم كاملين لنتعارف وبعض الناس يقول لك لا المرأة ما تتعارش مع الرجل خطأ 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 بما أنك أيتها الأنت متقية تحترمين آيات الله تحترمين كلام الله تخافين الله في الغيب تخافين الله في السرائر ديالك لن تدبي شي ما محراما فم تتحرمين مع كل شي ومتحرمك أنك تعرف بما يع может تكون مع الرجال و هل يجبük 보이 مطقية وتتحترم تعريب من البلدة و العظيم لم يكترروا اعتقدون م working with fascination لكنها لم يكن التخافي لمدددد من البلدة لم يكن أن ولدد عبر الأثم من التقوية من التقوى فيمكن الج confirmation لأنه الله يقول أنني الآن م burgledد يا بنو آدم يعني جميع الناس كما بغت تكون هذا الاعتقادت لهم فالله أمرنا أننا نتعرفوا عليهم ونشروا الأفكار بينتنا ونقدروا أننا نحن المسلمين نحن الذين نؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم أننا نشروا لأننا أمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تقول لنا هذا القرآن الذي أنزل على محمد فكل واحد يؤمن به يدعو الناس إليه هذا يبلغ بالآيات يعني يكون يهضر مع الناس بنو آدم جميعا ما يفرقش ما بين أنا مرأة 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 و هذا رجل يهضر مع رجل إلا 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 كان هذا الرجل أو هذه المرأة هذه الأنتة أو هذا الذكر في النية ديالهم أنهم عندهم خبائط دماغ ديالهم فمنين تكونوا مؤمنين حق الإيمان مثلا المؤمن لا يزني المؤمن في القرآن الله سبحانه وتعالى بصورة النور يقول لك المؤمن أستعيد بالله أستعيد بالله العظيم من الشيطان الرجيم أستعيد بالله العظيم من الشيطان الرجيم في صورة النور صورة أنزلناها وفردناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فالله سبحانه وتعالى تفرق مثلا أكبر حاجة تقدر أكبر فساد يقدر يطرع من الرجل والمرأة هو أنه يكون بيناتهم واحد نوع من الفساد الذي هو الزينة ففي أثناء هذه سنقول أن هذه المرأة التي تتحدر مع ذلك الرجل وهي تقول أنا مؤمنة فأنتي ماشي مؤمنة لأنك أنت مؤمنة تصدري مع الرجل للتعرف حيث عندك الزوج ديالك عندك الحياة البريبة ديالك هذهك محدثة أما إلا كانت عندك تعرف مع الرجال فتحترمي الآية التي كانت في صورة النور التي الله سبحانه وتعالى تقول فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وفيها آية أخرى لست تقول لك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إذا إلا كنت مؤمنة إلا كنت مؤمن فماشي مشكلة أنك تكون تتحدر مع الجنس الآخر وماشي مشكلة أن يكون عندك تعرف يعني تعرف صدقة مع الجنس الآخر ومع شعوب وقبائل أخرى لأن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يجب أن تحترمه ويجب أن تحترمه هو التقوى بما أنك مؤمن تتأمن بالله وتتأمن بهذه الآية لا يجب أن تتحدر شيئا محرمة لكي ينفي كتاب الله أنها محرمة من غير هذا الشيء من حقك أنك تكون من المؤجبين من هذا المواقع التواصل الاجتماعي أنك تكون مغطي الجيوب ديالك خاصة كل واحد يعرف شنو هي الجيوب لأنه لا يجب أن يقول لك الجيوب بالشرح دياله فخاصنا كتاب الله نجزو الآية ونقوله ما هي الجيوب التي قال لنا الله نخبيوها فمن أنك تتبهري في المواقع التواصل الاجتماعي وجيوبك مغطيها فأنت لا يجب أن تتشي حاجة حرام فأنت تتعارفين مع الناس كما أمرك الله في القرآن الكريم ولا للقعوقات النفسية لا للأشياء الخبائط اللي كان عند الناس الناس ما عدت فيه نوصله وناس أخرين باقي ينتهدوا على شيء حويج اللي ما كينينش في كتاب الله ما كينينش في يعني الله سبحانه وتعالى بعيد كل البعد أنه يهضر فيهم لأنه أطعنا واحدة رسالة اللي هي واضحة هذه آية تتقول لك في صورة الحجورات يا أيها يا أيها يا بنو آدم ما قال لكش تعرفين مع المؤمنين يا بنو آدم إنا خلقناكم من ذكارين وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مرها إنا أكرمكم إن دالله أتقاكم يعني لما كانتش هذه التقوى ما غنتعرفش لأن أنا مؤمنة ما غنتعرفش مع شي حد كما بغي يكون بنو آدم وغادي نخرج من التقوى ونقول أنا خاس ننطبق لآية بما أنني مؤمنة برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ومتقية وما تنذرش حاجة حرام فانتعارف ما أبنو آدم كامل كما بغي يكون ونبان في المواقع التواصل الاجتماعي كما بغيت ونعيش حياتي كما بغيت ومن حقبتش يحد أنه يقول لي كنعيشها الوحيد اللي غيقدر أنه يتحكم في الرأي دي الإنسان هو كتاب الله ففش تكون نعف كتاب الله شي حاجة محرمة فهديك خسنا نطبقوها وما نزيدوش من رأسنا دي ما تنقول لكم كتاب الله ما نشتوش العقل دينا أن كتاب الله نتبعو كتاب الله الآية لله راح نبنو آدم تنفهمو الآيات تنفهمو كل شي غادي نطبقو ذلك الشيء في كتاب الله فأنا معجبة وفرحة لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا وحمد لله تنشوفوا هذا المواقع التواصل الاجتماعي المحترمة يعني اللي فيها أشياء محترمة مرة تتكون فيها أشياء تقافية مرة يعني الحمد لله الحمد لله ربي خلقنا نحن بنو آدم نتعرفوا إلش نحن غا نتفارقوا وتبقوا لأخير